الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وحضراتكو طيبين نهارده عيد العدرة وجاي بعد صوم كان لمدة أسبوعين سمناه إصطلاحاً صوم العدرة بسبب أنه بيجي في نهايته عيد العدرة عشان كده أعطناه هذا الاسم حضراتكو سمعتوا فيه استنكسار اللي قرأ علينا النهارده في العيد إنه أبأنا الرسل بعد نياحة العدرة مريم قاعدوا معاها في القبر ثلاثة أيام بيبكوا لأنه هما ما كانوش عايزين يفرقوها بالجسد كانوا متخيلين إنها ممكن تكمل معاهم ومتسبهمش ويفضلوا متمتعين بأمومتها وبقربها منهم على مستوى الحس والجسد لكن إرادة ربنا كانت حاجة تانية والظاهر إن الحكاية دي قديمة يعني مش دايماً اللي إحنا بنعوزه ربنا بينفزه لنا لكن دايماً إحنا بنخضع لإرادة ربنا لأنها هي الإرادة الأصلح وهي الإرادة الأكمل فأبأنا الرسل فضلوا في القبر ثلاثة أيام بيصلوا سمعين معاهم أصوات التسبيح ملايكة كانوا موجودين معاهم في القبر وفي اليوم الثالث توقفت أصوات التسبيح فالأباء أفلوا القبر ومشوا التاري بقى اللي حصل وهم طبعاً ما كانوش عارفين إن الملايكة حملوا الجسد وصعدوا به إلى السماء في الوقت دا القديس تومة ما كانش مع الأباء الرسل لأنه كان في الهند بيبشر وشاف الملايكة صاعدين للسماء بجسد أمنا العدرة وحد فيهم قال له إلحق اجري عشان تتبارك من جسد والدة الإله فجري القديس تومة عشان ياخد بركة من جسد أمنا العدرة ويعني بتدبير إلهي وقع الزنار اللي كان مربوط على وسطها فأخدوا القديس تومة بركة ويبدو إنه ربنا كان قاصد إنه مش يبقى بركة بس للقديس تومة لكن كمان يبقى شهادة على صدق الرواية اللي حيشهد بيها القديس تومة مرت الأيام ورجع القديس تومة للتلاميذ وحب يعني يفكه معهم فقال لهم أما الفين العدرة قالوا العدرة اتنيحت قال لهم يا سلام اتنيحت ازاي محدش قال يعني قالوا له لا اتنيحت ودفناها في القبر وحكولوا الحكاية قالوا هم طب اشوف عشان يصدق هم طبعا عارفينه شك في القيامة فحب برضو يعني يعيد القصة تاني فقال لهم أتأكد أروح القبر وشوف بعناي الجسد مدفون راحوا مع القبر وفتحوا القبر لكن لقوا القبر فاضي فالقديس تومة قال لهم ما تخفوش الجسد ما تسرقش الجسد شلوا الملايكة وطلعوا به للسماء الفكرة دي كانت جديدة على ودان الأباء الرسل فاستغربوا فراح القديس تومة ومطلع الزنار بتاع العدرة اللي أخدوا منها وقال لهم ده ايه قالوا له ده الزنار اللي كنا ربطين وصدها بيه جبتوا ازاي حكا لهم بقى الحكاية كلها اللي حصلت فجمعوا خيوط القصة وأصبحت الشهادة حاضرة زي ما شهدوا الأباء بقيامة المسيح شهدوا أيضا بإصعاد جسد أمنا العدرة إلى السماء حبوا أنه هم يشوفوا ده أو يعني يتأكدوا أو فطلبوا من ربنا أنه هو يبين لهم الحكاية دي حصلت إزاي والجسد فين فصاموا وبعد أسبوعين ظهر المسيح له المجد ومعه العدرة أم النور ووراهم أن هي موجودة في السماء وقال لهم أنه هذا الجسد الذي احتوى الله الكلمة لمدة تسعة أشهر في بطنها لا يليق به أن يبقى على الأرض وأن يكون يعني عرضة للتحلل وغيره وده السبب أن إحنا صمنا إسبوعين زي ما الأباء الرسل هم كمان صاموا الإسبوعين وأصبحت العادة دي أو التقليد ده أو التقص ده موجود فيه كنيستنا مش مجرد علامة تقصية لكن حياة الصوم بيهذب النفس وبيسهل على النفس فرصة الالتقاء بالله وبيساعد النفس على أنها تتخلص من عيوبها وبيشدد العزيمة ويقوّل إرادة يا رب نكون انتفعنا بالصوم في الأمور دي ونكون فرحانين النهاردة مش أن العيد جيب وكلنا اللحمة لكن نكون فرحانين بتوبتنا وفرحانين بطريق السماء اللي ربنا وفتحه قدامنا ومنوره لنا ونكون فرحانين ومتعزين ببركة العدرة وبشفاعتها كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة وإحنا في التسبحة وقفنا عند ربعين بيتقالوا في سؤتكات يوم الخميس في القطعة الستة أول ربع بيقول يا لعظم أعجوبة أخذ الضلع من جنب آدم يعني بيقولوا إحنا ما نفكر في الخلقة حاجة عجيبة ربنا خلق آدم وبعدين من آدم أخرج حواء ما خلقش حواء زي ما خلق آدم من تراب الأرض لا هو خلق آدم من تراب الأرض لكن أخذ الضلع من جنب آدم وعمل منه حواء القديس يحنى ذهبي الفم لما بيتكلم عن الحكاية دي بيقول عمل كده عشان يحبوا بعض عمل كده عشان يشعروا أنه هما الاتنين جسد واحد هما الاتنين مرتبطين ببعض عشان كده لما سمح لهم بالزواج كان عشان يؤكد هذه الرابطة ويؤكد هذا الاتصال أن انتوا مش مفترقين عن بعض لا دا انت طلع منه وأكد الحكاية دي بالجواز أنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته طب وقال المرأة تترك أباها وأمها اتكلم على الراجل لأنه بكونها متخدة منه هو دا في حد ذاته يخلي اشتياقها إليه ويخليها منجازبة إليه ويخليها مرتبطة به فالكنيسة بقى بتقول لنا الاعجوبة دي عظيمة ربنا أخد ضلع من جنب آدم جبل منه امرأة طب شوفوا بقى الربع اللي وراها ما هو لغاية هنا لو إحنا وقفنا عند الربع دا فده معناها إنه آدم ليه الفضل على حوة فيوم ما يجي حوة يعني أنت تتلامد معها حيقول لها إيه يقول لها دا أنا الأصل بتاعك دا أنت متخدة مني معي لو دي حقيقة وده اللي حصل فعلا بس تشوفوا الكنيسة تيجي في الربع اللي وراها تقول إيه تقول كل عجينة البشرية أعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الآب بيتكلم على مين بيتكلم على عدرة مريم حواء الجديدة لما آدم الجديد جاي يخش العالم بتاعنا حواء الجديدة أعطته كل عجينة البشرية وكأنها عايزة تقول لأدم قادي الجميل يا عم اللي أنت عملته فينا إذا كنت أنت خرجتني منك وبضلعك أنا تكونت أنا كمان بأعطي كل عجينة البشرية لله الكلمة عشان يصير إنسانا هذا الذي تجسد منها بغير تغيير ولدته كإنسان ودعي اسمه عمانوئيل اللي إحنا بنقوله ده ده التسبحة مش محاضرة في العقيدة ولا في اللهوت ولا في الإيمان ده التسبحة اللي إحنا بنصلي به لحضر النهاردة مع الكنيسة صلواتها وتسبحتها اللي كانت في أغلب الكنيس يمكن واستمرت الصهرات لغاية الصبح صلوات التسبحة دي أنا كلمتوكو في الحكاية دي قبل كده كتير إنه شوفوا الكنيسة بتسبح إزاي اللي إحنا النهاردة بنفسص الكنيسة ده علم اللهوت ده علم العقيدة ده علم مش عارف إيه ده إيه طب الحياة بقى فين ما نيجي نعيش نعمل إيه بقى نحبه بعض وخلاص وخلاص كده وردة حمرة وده بدوب أحمر وخلاص لا لا تفصيص الحياة ده وتقسمها بالطريقة دي هو اللي بيضعف المسيحية وهو اللي بيضعف الإيمان نعرفش نفصل الإيمان عن المحبة ولا نعرف نفصل الشهادة اللي استشهاد لا عن الإيمان ولا عن المحبة ما نعرفش نطلع العقيدة كده على جنبه وركنها دي عقيدة إحنا ملناش في العقيدة المال ده إيه آدم بيتاخد من جنبه ضلع فتطلع منه حوة والعدرة ماريون بيتاخد منها كل عجينة البشرية كل عجينة البشرية لأنها حبلت بالمسيح له المجد بدون زرع بشر يعني ما كانش فيه حاجة من الراجل وحاجة من الست فتكون لا كل العجينة أخدها من العدرة ماريون زي ما كل حاجة اتخدت من آدم يوم ما جيه يعمل حوة النهاردة أخد كل حاجة من حوة يوم ما فكر إن هو ييجي أرضنا ويصير آدم الجديد شوفوا الجمال بتاع الكنيسة فيه صلباتها وفيه تسبحتها فتبقى عايشة الحياة بروحة نية بكل جوانبها مش مفصصاها لا عايشة الحياة كاملة مكتملة فيقول عشان كده بنطلب إليها كوالدة الإله كل حين أن تشفع فينا لدى ابنها الحبيب عشان هي اللي أعطته كل عجينة البشرية فتقول له ده أنت ابني صحيح أنا عبدتك لكن العبدة والأم زي ما بنقول في التسبحة وفي لحنة فراحي يا مريم نلاقي فراحي يا مريم العبدة والأم لأنها مكرمة جدا عند جميع القديسين العدرة مكرمة جدا عند جميع القديسين يعني القديسين كلهم بكرموها محدش احتقرها ولا حد قال عليها أن احنا حنكرمها بس طول فترة الحبل وبعد ما ولدت خلاص ما نعرفه محدش من جميع القديسين قال الكلام لكن جميع القديسين عملوا كرموهم كل حاجة موجودة في صلوات الكنيسة عشان لو أي حد متلخبط اليومين دول صلوات الكنيسة تعقلوا لو لقيت حد النهاردة مش بيكرم العدرة قولوا ده يطلع ايه ده من جميع القديسين ولا ده يطلع ايه حاجة غير كده ازاي كانت مكرمة عند جميع القديسين وبعدنا النهاردة حيجي حد يقول ما نكرمهاش ويقول احنا القديسين نفهم ايه اللي اتنين يتفهموا ازاي مع بعض صلوات الكنيسة جميلة تحمينا وبتحافظ علينا وبتنور لنا الطريق وما نبقاش تايهين ليه كل القديسين بيكرموها ورؤساء الاباء لأنها أتت لهم بمن كانوا ينتظرونه وكلام كتير انتو عمالين طول 15 يوم عمالين تسمعوا كلام كتير قوي عن العدرة وعن فضيلها ولو قعدنا لغاية مش السنة الجاية يعني لو قعدنا لغاية منموت نتكلم عن العدرة مش هنزها أبدا تعالوا نسمع مع بعض يا أمو النور يا جميلة تفضلوا ونرغانك أمود